مع اختلاف الزمان والمكان تمر مجموعة من الأطفال على بيوت الجيران ليأخذوا العيدية إذ كان أطفال مناطق النجدية يطلبون عيدياتهم من سكان الحارة والجيران ليلة العيد بهذه الطريقة فعالية الحوامة طبعا هي موروث شعبي لمنطقة نجد وهي تتلخص في توزيع الحلويات بين البيوت ليلة العيد وأيضا أيام العيد هي نقل البهجة الحقيقة داخل الأحياء السكنية الحصول على العيدية يرافقه نشيدون جمعي كلماته من بيت واحد يتضمن طلب العيدية مع الدعاء لأهل المنزل كان لها أثر جدا مميز خاصة ليلة العيد كان الحضور منقطع النظير الفعالية طبعا دعمتها أمانة منطقة الرياض بتخصيص طاولات لأهل الحي لتقديم الحلويات وإقامة أكثر من 12 فعالية داخل حديقة الحي هذا التقليد يسمى الحوامة وهي من العادات النجدية القديمة التي اندثرت تعيدها أمانة منطقة الرياض ضمن فعاليات العيد هاني صفيان العربية الرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر